أطفالاً جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان أطفالاً جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان نتفيأ ظلاً من عطف ننمو في دوح الإيمان أشبالاً نغدو ورجالا بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان هذا البرنامج برعاية سمو مع النسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معنا في لقاء جديد في برنامجكم رجال الغد في هذه الحلقة نود أن نتكلم في مفهوم هو من سمات الرجولة تنميتها في أبنائنا تعدها أن يكونوا رجال الغد صدقاً إن شاء الله تعالى وهذا الموضوع يتعلق بمفهوم التجديد والتغيير والإبداع وهي سمة مهمة نود أن ننميها في أبنائنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة بديعة لهذا المفهوم حينما قال لنا أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد لها أمر دينها يا جماعة الروتين وخلو الحياة من التجديد والإبداع والتغيير يصيب النفس بالملل ويصيب العقل بالخدر ولذلك حينما تكون الحياة فيها تنوع وفيها تجديد تكون شخصية الإنسان أكثر نشاطاً وأكثر إنتاجية ويكون عقل أبنائنا أكثر تفتحاً وأكثر إبداعاً بإذن الله تعالى الإبداع مهارة يظن البعض أنها إما أن تكون موجودة عند الإنسان أو غير موجودة وهذا ليس بصحيح هي مهارة يمكن لأي إنسان أن يتعلمها لها أدوات من يأخذ هذه الأدوات ويستعملها هذه المهارة تنمو لديه ويصبح مبدعاً بإذن الله تعالى نظر التأمل في الحياة من حولنا خلق الله عز وجل يميزه التنوع وألوان وأشكال مخلوقات الله عز وجل براً وبحراً ألوانها وأشكالها وأنواعها كله يدل على أن هذه سماة من سماة خلق الله ولذلك هي أيضاً حاجة بشرية حينما تكون حياتنا منسجمة متناغمة مع سنن الله وخلقه يكون عطاؤنا وإنجازنا أكثر وأفضل هذه الحاجة أحياناً تنبع من القضايا والتحديات التي تواجهنا لا يكون لها حلاً إلا من خلال إبداع وتغيير والتفكير في حلول جديدة غير مألوفة لدينا وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما واجه الصحابة قضية النداء للصلاة وطرحت حلول كلها مما هو مألوف حتى هدى الله عز وجل المسلمين للأذان كان حلاً جديداً والنبي صلى الله عليه وسلم رحب به مثلاً في غزوة الخندق فكرة الخندق يا أحبة كانت فكرة جديدة لما رأاها كفار قريش قالوا هذه حيلة ما تعرفها العرب هي كانت إشارة ودرس ونصيحة من سلبان الفارسي والنبي عليه الصلاة والسلام كان قابلاً لهذه الفكرة الجديدة والتي كانت سبباً في نجاح المسلمين وانتصارهم في تلك المعركة إذن قضية قبول التغيير أن تكون النفس مهيئة للتغيير قابلة له تربية النفس على ذلك أبنائنا تربيتهم على هذا المعنى هي تهيئة مهمة أن يكونوا رجالاً وقادة للغد القادة يا جماعة أناس يبحثون عن التغيير ويحدثون التغيير في المجتمع ولذلك نحتاج أن نهيئ نفوس أبنائنا لهذه القضية بس خلونا نكون واقعيين وعمليين أيضاً في طبيعة النفس البشرية أنها تألف الأوضاع وتود أن تبقى على هذا الألفة ولذلك أي تغيير قد يواجه شيئاً من المقاومة يعني الواحد فينا فقط جربوا معي شبك أياديك حتشبك بدون ما تفكر لو طلبت منكم الآن وافعلوا ذلك غير التشبيك بطريقة أخرى شو حسين مرتاحين أكيد مش مرتاحين هالتغيير البسيط لا نشعر براحة تجاهه ولذلك فهمنا لهذه المسألة مهمة عندما نتعامل مع قضية تهيئة نفوس أبنائنا لقبول التغيير ولذلك البيت يا أحبة يلعب دور رئيس كلما بدانا مبكراً مع أبنائنا في تأسيس هذا المعنى كلما كان النتائج التي نحصل عليها أفضل أحياناً أن يغير ابن الأبناء أثاث غرفته ترتيب الأثاث قد يساهم في تعزيز هذا المعنى أحياناً وجبات الطعام تنوعها أوقاتها تغيير بسيط كهذا لكن فيه إشارة مهمة لأبنائنا تعزز مفهوم التغيير لديهم تكلمنا في حلقة ماضية عن قضية وجود قواعد تحكم العلاقات وتضبط أمور المنزل مثلاً النوم مبكراً الساعة التاسعة يعني التساهل أحياناً في تطبيق هذه القواعد إن صحت العبارة خرقها لسبب فيه وجاها أحياناً مطلب ويعزز مفهوم التغيير في نفوسهم يعني لو جاء ضيوف للبيت أقارب من بلدة أخرى والأبناء أحب أن يصهروا شوي معهم يعني لا بأس بقبول مثل هذا التغيير معهم بعزز لديهم كلا المفهومين قضية وجود قواعد لكن في ذات الوقت مسألة التغيير والتجديد مسألة مقبولة مرحب بها مدام هناك سبب وجيه لهذا القبول في ثنايا تطبيقنا لهذا الكلام حنتوقع وجود نتائج غير مرضية قبولنا لهذه النتائج وترحيبنا بها وتعاملنا معها بشيء من توازن وهدوء وحكمة يعزز لدى أبنائنا قبولهم للتغيير يعني تصوروا لو كان موقفنا تجاه هك نتائج متشنج عصبي الأبناء حيخافوا في المرات القادمة أن يجرب مجرد أن يجرب التغيير سيكون مسألة مخوفة لديه حبينا في هذا التقرير القصير أن نسأل الآباء ما هي القضايا التي يمكن أن نقوم بها معاشر الآباء والمربين حتى نعزز هذه الروح وننميها في أبنائنا خلونا نشوف هذا التقرير مع بعض من الأشياء التي تعين الطفل على الإبداع مصاحبة الأطفال المبجعين وكذلك الدورات التي تناسب المرحلة العمرية التي هم فيها وكذلك أيضا من الألعاب التطبيقية التي تعينهم على تلمية مهاراتهم في الذكاء لكي نكون هناك أكثر أبداع إذا كان هناك مواهب نحاول أن ننمي المواهب هذه عندهم نساعدهم فيها نلبيهم جميع اللوازم لتلمية هذه المواهب لهم الهدية، رفع المعنويات، التشجيع يعني تحاول أنك دائما تتذكر فيها وما شاء الله سوى كذا وما شاء الله زين كذا يعني يعجب ويحاول أنه يجيب الأفضل بعد هذا البرنامج برعاية سمو مع النسمو أهلا بكم معنا في لقائنا حول موضوع التجديد والتغيير والإبداع أريد أن أشاركك في طرح أربعة قضايا لعلها إن شاء الله تجدونها نافعة في تنمية روح التجديد والتغيير في أبنائنا القضية الأولى مسألة استغلال الفرص التي تتاح بين أيدينا مع أبنائنا يعني مثلا أعطيكم مثالا لو عند الإبن مشكلة ما وطرح هذه المشكلة معك أيها الأب أو المربي كي يعني يريد حلا منك على هذه القضية نحن معاشر الآباء عندنا الميل والرغبة في مثل هذه الحال أن نبادر ونعطيه حلا لكن يا أحبة نود أن نجرب أمرا آخر أعد إليه الكرة كما يقولون واسأله في مثل هذه الحال أنت مع رأيك ما هو حلا ممكن لهذه القضية دعه يفكر هو أولا في القضية ليأتي بحلول محتملة أعطاك حلا تقول له برافو امضي لا قل له إيش كمان ممكن يكون حل هذه القضية وأعد عليه هذا السؤال مرة أو مرتين أو ثلاث ستجد أنه في كل مرة سيعطيك حلول وخيارات وإضاءات جديدة ربما هو ذاته لم يفكر فيها من قبل لكن دورك أنت معه حينما لم تعطيه حلا ابتداء وطلبت منه أن يفكر في القضية أكثر من مرة ساعدته أن يخلق ويأتي بهذه الحلول الإبداعية سيكون جدا سعيدا من نفسه ثخورا بها أنه توصل إلى هذه الحلول ولذلك في المرات القادمة سيكون أكثر حرصا وطلبا من نفسه أن يأتي بهذه الحلول هذه واحدة المسألة الأخرى التي تكون معينا لأبنائنا أن يكون أكثر تجديدا وترحيبا بالتغيير وإبداعا في التعامل مع قضايا حياتهم أن نعلمها مسألة أنماط تفكير مختلفة اللي بيصير أحيانا يا أحبتي أن بعض أبنائنا يكون عنده نمط تفكير واحد وعلى طول الخط يستعمل هذا النمط في كل قضاياه وفي كل تحديات حياته ولذلك دائما يصل لنفس النتيجة حينما تستعمل نمط تفكير واحد فتصل إلى نتائج متشابهة خلينا نعلمهم أن ثمة أنماط مختلفة للتفكير يعني هو مفهوم إداري حقيقة لكن جربت بنفسي شرحه وطرحه وتداوله مع أسرتي وأبنائي وكانوا مرحبين والفكرة كانت ماضحة جدا قضية أنماط التفكير أو التي يسمونها قبعات التفكير الستة يعني ليش الطفل دائما لابس القبع السوداء ويفكر في القضايا بطريقة سلبية سوداوية خلينا نعلمه أن يلبس لون آخر للتفكير مثلا القبع الصفراء في أي مسألة في أي حادثة تمر بنا ثم تجوانب إيجابية تعاملنا يا جماعة أن نعلم أبنائنا أن الأحداث لا نستطيع تغييرها الذي نستطيع أن نغيره تجاهها هو طريقة تعاملنا وتفكيرنا في هذه الأحداث ولذلك حينما يكون لدى أبنائنا قدرة ومرونة على استخدام أكثر من نمط التفكيري سيكون أكثر إبداعا في الوصول إلى خيارات أفضل في تقييم الحداث والتفكير به ورسم صورة إيجابية تعينهم أكثر على التعامل في حياتهم إذن خلونا نعلم أبنائنا أنماط التفكير متنوعة القبعات الست وربما مجلسنا هذا لا يسع أن نشرح هذه الفكرة لكن هي موجودة ويمكن أن تتعلمها أيها الآب وأن تعلمها أبنائك حتى تعينهم على أن يكونوا أكثر سخاءا وأكثر ذكاءا وأكثر مرونة في التعامل مع القضايا التي تمر بهم مسألة ثالثة تعينهم بإذن الله تعالى أن يكونوا أكثر قبولا للتغيير وأكثر إبداعا في حياتهم استثمار فرص اللعب مع الأبناء ودائما نؤكد على هذه القضية لا بد يا أحبتي يا أيها الآباء أن نفرغ لأولادنا لأبنائنا أوقاتا حتى نشاركهم ألعابهم وكما ذكرنا من قبل اختيارنا لبعض الألعاب مهم هناك ألعاب تفتح أذهانهم وتبرز ذكاءهم قد تكون يدوية المكعبات أن يبني بها بيوت وأشكال ومناظر جربت مرة أن أفعل شيء بهذه الألعاب مع ابني بصراحة ابني أنس يعني برز بروزا بارعا أدهشني في البناء الذي بناه بهذه اللعبة البسيطة مثلا لعبة التركيبات نجدها صعبة لكن بعض أبنائنا الذكاء هو بديع في التعامل مع هذه اللعبة لما منلعب مع أبنائنا نمارس معهم اللعب البناء الذي ينمي ذكاءهم وينمي روح التغيير والتجديد والإبداع لديهم سنكتشف هذه المواهب وبالتالي سنتعامل معها بإيجابية أكثر قضية أخرى أرى طرحها وتعليمها لأبنائنا كي يصبح منهجا أراه ضروريا ودوما أنا أطرح هذه الفكرة في كل المجالس التي أجلسها قضية أن نفكر دائما بالتطوير المستمر أي شيء من ساوي أن نسأل أنفسنا فين أساويه بطريقة أفضل من الطريقة التي قمت بها هذا المفهوم على بساطته وعلى وضوحه وسهولته لما تعلمه شعب من شعوب الأرض اليابانيون كان سببا رئيسا في نهضتهم وتميزهم الذي يشهده العالم جميعا خلونا نعلم هالمفهوم لأبنائنا وخلينا نعيش في إطار أسرتنا وفي كل الأعمال التي نقوم بها ونذكر أنفسنا وأبنائنا دائما فين نساوي الشيء اللي عم نساويه بطريقة أفضل نطالب أنفسنا بالتجديد والتغيير والإبداع فيما نقوم به حتما سنصل إلى نتائج أفضل هذه الروح ستنمو عند أبنائنا سيكونوا صدقا وعدلا مؤهلين جاهزين لتحديات مستقبلهم سنكون بإذن الله هيئناهم أي يكونوا رجال الغد بإذن الله تعالى فلنستعم بالله ولنكن عونا لهم أن يكونوا خلاقين مبدعين قابلين للتغيير والتجديد حتى يكونوا قادة للأمة في مستقبل حياتهم فأسأل الله عز وجل أن يسر ذلك لنا وأن يوثقنا وأن يقر أعيننا بأبنائنا قادة رجال الغد بإذن الله تعالى وحتى ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالاً جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان أطفالاً جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان نتفيأ ظلاً من عطف ننمو في دوح الإيمان أشبالاً نغدو ورجالا بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان أطفالاً جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان أطفالاً جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان نتفيأ ظلاً من عطف ننمو في دوح الإيمان أشبالاً نغدو ورجالا بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان